وزارة الإسكان وواحد وسبعين مستفيد وهو العدد الأكبر من الطلبات التي تم تلبيتها في هذا البرنامج منذ إطلاقه عام 2013 ما يعكس حجم الإقبال المتزايد على الاستفادة من البرنامج في ظل ما يوفره من تيسيرات مالية وتنوع في العروض من المشاريع الإسكانية التي توفرها شركات التطوير العقاري. وأضافت الوزارة أن معدلة تنافسية من قبل الوحدات السكانية التي يوفرها القطاع الخاص بأسعار تناسب برنامج مزايا شهدت ارتفاعا كبيرا ونشاطا ملحوظا خلال السنوات الماضية. ومن جهة أخرى أفادت الوزارة بأن إجمالي مبالغ الدعم الحكومي التي توفرها الوزارة للمستفيدين من برنامج مزايا ارتفع إلى 87 مليون دينار حتى منتصف فبراير الجاري. مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع التنافسية من قبل المصارف والبنوك التجارية بمملكة البحرين لتمويل برنامج مزايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر